الحكومة الشرعية في عدن عودة أخيرة ونهائية لإدارة المحافظات المحررة بحسب توجيهات الرئيس تقول الحكومة إن عودتها هذه تحدي وجودي يتعلق بمستقبل الشرعية وقدرتها على إرسال تطمينات لليمنيين ودعوتهم للالتفاف حولها لإنجاز مشروع الدولة المختطفة وهو كذلك والأمر أيضا مرحلة جديدة تدخل فيها المعركة منعطفا آخر وسيلته القدرة على إثبات حجم التواجد على الأرض وعدم الاتكال على منطق العودة المظفرة بعد القضاء على الانقلابيين عودة الحكومة جاء بعد أيام قليلة فقط من قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي اليمني من تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وهو ما اعتبره مراقبون ضربة موجعة للانقلابيين وسحب ما تبقى من الاقتصاد الوطني من تحت بساطهم عام ونصف خارج البلاد فترة كافية لتعود الحكومة لممارسة مهامها من الداخل وملامسة هموم ومشاكل الناس جراء استمرار القتال في عدد من الجبهات ومعالجة الاختلالات في المناطق المحررة التي تزايدت وتفاقمت بسبب غياب أدوات الشرعية فيها وبقاء مساحة الفراغات متاحة للمشاريع المشبوهة ليست المرة الأولى التي تعود خلالها الحكومة إلى عدن لكنها العودة المحمولة على أكثر من سؤال هل ستكون الحاسمة فيما يتعلق بتثبيت الأرضية التي تقف عليها وهل ستتحول عدن إلى عاصمة حقيقية تؤدي دورها على أكمل وجه أسئلة كثيرة لا تحضر في أذهان المحللين والمراقبين بقدر حضورها على ألسنة الناس العاديين أما وقد اتخذ قرار نقل البنك إلى عدن فليس على الحكومة أن تظل مسترخية في الرياض وخارج اليمن ويجب أن تصاحبها استعدادات لوجستية كبيرة في مقدمتها المسألة الأمنية تليها السيطرة التامة على مفاصل القرار في المناطق المحررة خصوصا بعدما شهدت وعدا من ارتباكات كبيرة على كل المستويات لعل الحكومة أدركت خطر التداعيات هذه بعد أن تأكد لها مؤخرا أن ممارسة مهامها من خارج البلاد أضعف موقفها وأبطأ من وطيرة تسريع إعادة بناء ما تم تخريبه خلال عامين من الانقلاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر